لدينا مشروع قانون مثلا قدمه الأزهر الشريف لم يبت فيه بعد في البرلمان اللي هو متعلق بقانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين هذا قدم رسميا باسم الأزهر الشريف إلى المجلس النواب لكنه لم يقر بعد أين طرعنا في مصر من مستوى التشريعي والمؤسسي والمستوى الإعلامي أو الثقافي وبكل صراحة نحن نصل إلى تشخيص دقيق لما نحن عليه لا هو في الحقيقة يا دكتور ضياء احنا في الفترة الأخيرة في ظل طبعا قيادات دينية مستهنيرة جدا في مصر يعني فضلت الإمام الأكبر سيد دكتور رحمد طيب قدست البابا توضرس الثاني في ظل طبعا قيادة رشيدة بتظلل مفاهيم المحبة والاحترام للجميع في مصر لا احنا بلن احنا قطعنا شوط جيد جدا جدا اولا على مستوى التشريعي القانون ده اوشك ان يبت فيه وده كان يجب من زمان ان هو يوضع لان ده بيسد الباب على اي حد يريد ان يتاجر بشعارات دينية او بنصوص دينية او يوظف نصوص دينية في غير مصراتها الطبيعية الحاجة التانية ان عندنا على المستوى الثقافي العام الكيانات التوعوية الموجودة اللي منها زي انا ما اشرت قبل شوية اللي هو بيت العائلة بيت العائلة المصرية ده كيان توعوي اصلا في المقام الاول وكيان تصطيفي عندنا مثلا المؤتمرات ووثيقة الاخوة الانسانية اللي ابرمت في الفترة الاخيرة واللقاءات اللي بتحدث داخل مصر وخارج مصر ومؤتمر الحرية والمواطنة والكلام ده كل دي خطوات فعالة في سبيل تصحيح هذه الصورة الزهنية اللي احنا عايزين نقوله بقى ان احنا لازم نسلط الضوء على مثل هذه المبادرات بما يلقب عظمتها وبما يلقب عظمة الرسالة اللي هي بتقدمها وبتؤديها لان احنا لازم نتفق يا دكتور واستاذ المشاهدين يعرفوا ده ان اي خلل في منظومة السلام العالمي لا بد انه يرجع الى وعي مشوش او وعي مضلل الراجل او الشاب اللي بيربط على وسطه حزاب ناسف وبيروح يفجر نفسه في ناس ابرياء وهو يظن او سقيل له ليس بينك وبين دخول الجنة الا تفجير نفسك في هؤلاء الامنين الوادعين ده انسان مشكلته مشكلة فكر ومشكلة وعي اذا لابد ان تتضافر كل الجهات وكل القوى المعنية بالوعي والتنوير والتفقيف وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة كل هؤلاء المؤسسات الدينية الكبرى الازهر الكنيسة لازم كل هذه المؤسسات رسمية وغير رسمية تتضافر من اجل توصيل او تصحيح هذه المصارات الفكرية ودعني اقول لحضرتك ايضا ان الخطأ في الفكر او الخلل في الفكر يمكن ان يفجر امة يعني مثال بسيط اوي الراجل اللي قتل سيدنا علي بن ابي طالب كرم اللوجه لو عبد الرحمن بن مرجم المرادي الخارجي المعروف قتل سيدنا علي وهو نظرا لفهم الخاطئ يعتقد ويظن وفي قرارة نفسه انه يقدم اعظم خدمة للاسلام في تاريخ البشرية انه هو يقتل هذا الرجل الذي حدث اعمل بلبلة في المجتمع وهكذا ففكرة اذا الفكر المنحارف او الفكر الخاطئ هو الذي يجر سفينة الوطن الى هذا الضياع والى هذا الخلل نريد ان نقرر انه لا يوجد ابدا ابدا نص ديني يبيح لنا التعادي والتباغض من اجل اختلاف اختلاف ما انتوا بقولوا هذا وانت عالم الازهري قطعا وهذا ما ندرسه ما درسناه في الازهر وما ندرسه لابنائنا في الازهر وما يدرس في المساكد وما يدرس في الوعي العام ان هذه حقائق فندم حقائق ان احنا عندنا ليس هناك ولذلك انا اقول مثلا اي واحد مثلا يستغل نص ديني مثلا او يفعل شيء من هذه الممارسات الخاطئة انا عايز نص في اي دين سماوي واختبال حضرتك مش في الاسلام بس في اي دين سماوي يسمح بهذه الممارسات او يسمح بالقتل او يرقة الدم او سفك الدم من اجل اختلاف عقدي او ديني